أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري وعربي مشيدا بدور مصر في دعم الملف الفلسطيني جاء ذلك في التصريحات للصحفيين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة عقب لقائه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيت تشرفت اليوم بلقاء معالي الأخي الأمين العام وبحضور معالي أخي وزير الخارجية وعدد من إخواني الوزراء ونحن في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة وزيارة مصر تحتم علينا لقاء في الجامعة العربية وتبادلنا مع معالي الأمين العام منحنيات المستقبلية للقضية الفلسطينية وقضايا المتعلقة باعتراف الدول الأوروبية والعالم بدولة فلسطين وكذلك إعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي ننشدها جميعا بدود أن نشاك هناك تحديات كبرى تواجهها أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية أصبحت واضحة الملامح وبالتالي نريد لهذه الأمة دائما أن تبكى في طليعة المشهد السياسي تتموضع حيث ما يجب ضمن إطار تشابك المصالح بين الأمة العربية ودول العالم تشابك المصالح هو الذي يأتي بالنتائج وضمن إطار تشابك المصالح بيننا وبين العالم تتموضع القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية لتكون دائما في طليعة المشهد العربي